بينما يتجه الصراع بين الإطار والتيار نحو التصعيد الشعبي ظهرت في الأفق بعض المساعي لحل الأزمة من خلال زيارة زعيم تحالف الفتح هاد العامري إلى إقليم كردستان ولقائه بالرئيس مسعود بارزاني الذي دعا أيضا إلى الحوار مع تقديم بعض الحلول لإنهاء الأزمة السياسية المراقبون رحبوا مبادرة الرئيس بارزاني للحوار بدل مساعي الذهاب نحو التصعيد الذي قد يصل إلى الصدام المباشر بين جمهور الطرفين أعتقد أن الشارع هو ليس بيتا للحل الشارع مهيئ لاختراقات الشارع احتمالية هناك سيكون احتكاك ما بين الجمهور وبالتالي ندفع ضرائب كثيرة لا سامح الله ولذلك وجب الحوار الجامع الذي دعا إليه السيد مسعود بارزاني خصوصا هذا الحوار الذي يكون وفق أطر قانونية ودستورية لحل البرلمان هناك يجب أن ترضى كل الكتل السياسي على هذه القضية ويتغير قانون الانتخابات وتتغير المفاوضية وفق رؤية وفق منهج وفق رؤية حل حقيقية وما يحدث من تظاهرات واعتصامات قرب المنطقة الخضراء على جانبي الرصافة والكرخة يقودها الإطار والتيار فإن الوضع الحالي ليس بيد المعتصمين بحسب المراقبين خاصة مع وجود دستور ومسالك قانونية يمكن من خلالها تحقيق مطالب الصدريين مع المحافظة على العملية السياسية كما يطالب به أنصار الإطار قد وصلنا بالفعل إلى نهاية العمر الافتراضي للعملية السياسية أو المحاصصة الطائفية لذلك بات من الضروري جدا اليوم الدفع باتجاه حل الأزمة سلميا دون اللجوء إلى تصعيد لأن هذا التصعيد بلا شك سوف يضر بجميع القوى السياسية وليس فقط الموجودة داخل العملية السياسية بل حتى من التي هي مقاطعة لها والأغلبية الصامتة هي التي ستتضرر فعليا بما سوف تقول إليها نتائج الاحتدام والصراع الذي ربما سوف يحدث في الأيام القادمة ويتوقع مراقبون أيضا أن تكون أربيل قبل تحل الخلافات والصراعات التي ظهرت بين التيار والإطار بعد علان نتائج الانتخابات الأخيرة انتخابات تغيرت فيها موازين القوى وظهرت من خلالها حالة طلاق بين القوى الشعية مما أدى إلى شلل في العملية السياسية وعدم القدرة على تشكيل حكومة ضمن السياقات المتبعة سابقا وصعوبة تحقيق الأغلبية مما زاد من حدة الخلافات التي وصلت إلى تحريك الشارع وسط مخاوف من الوصول إلى الصدام بين أنصار الطرفين من العاصمة بغداد أحمد فيلي زادروس تيفي